السلام عليكم عدنا من جديد يا عزي والله بالزمان كم لبذل كم لبذل بداخل مقطع ميمز قبل 9 شهور المفروض ان المقطع هذا ميمز ولكن بسبب الموضوع اللي طلعت صار المقطع مو ميمز الموضوع عن الموضوع هذا عن اي موضوع قاعد اتكلم عن الموضوع حال تقيقة جواز ابو فلا واستغلال المتابعين تذكرون الولد اللي منذ الاحتياجات الخاصة اللي ابو فلا اعطاه سيارة بمناسبة وصول 20 مليون مشترك اوكي وحتى انه صورو بهذه السيارة والولد جالسي فرفرفل ف الحواري و جالسي يعني واضح انه فرحان انه جيت السيارة اوكي تدرون ان الموضوع كذب في كذب والولد اساسا ما استغلال السيارة وإذا شيء وهذا كلام أنا جايبه من راسي وهذا كلام هذا كلام هذا كلام من يجيبه من راسي وهذا لانه اساسا ام الولد طلعت في بث مباشر امسع تيك توك وكانت قاعدة تقول ان ابو فلا ما اعطاهم السيارة وما تعرف إجا السبب اللي خالهم اللي خلاهم يعطيهم السيارة السيارة ما أخدت! هاي! أستمرت على شيء ما أعط hani السيارة المم أعتني السيارة أعطني جوال لي 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 Users كان أصمر فيها حبيل البيت كان أظنت أو يتصور فيها صحيح unseren والله ما أخد هالسيارة أبقسم بيات الله ما أخد السيارة يوجد من إذن الفارض pent‌ esse والله تفعل خير التلقى دقيقة حقيقة جوائز ابو فلا واستغرار بالتأمير بس دقيقة بس بشيبكم واحد نزل المقطع ابو فلا ما سلم الجائزة لستة شخاص حلو جوائز ابو فلا وهمية حلو حقيقة جوائز ابو فلا حلو حل ابو فلا هذا نفسه عالي عالي ماشا دقيقة ابو فلا كذب على ملعب مثل ما احنا متعودية مع اي شاع تطلع ما شاء الله يجونك اخواننا الكريمين بوم 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 اللي نزلوا مقاطع يتحطوه على الجب الا الشخص هذا باشاء الله نزل مقطعي مغطعي ومقاطع ماشا الله الف الف الله يزيدك يا رب دين فجأة قال خلني اتكلم عن اني الأبو فلا والشاع هادي وصلت ستة اولاف ما شاء الله الله يعزيدك يا رب قالي ستة اولاف URLs انا غبيب انا غبيب انا من الزامن فيطريق الضلال انا من الزامن فيطريق الضلاص هذا الطريق الصحي نزل مقتع زاني لانا متعمز اعرف شونت المقطع الثالث ما بتطول بالموضوع هذا بس الحين الاشياءات اللي قاعد تطلع ان الجواز كذب بكذب بقض النظر ان في بيستورياتي قبل انا نزلت معاني ولا احد والحمد لله طلب مني لانزل الحمد لله انا بنيت ثقة بيني وبينك يا عزيز المشاهد ثقة يا رجل من كثر ما نحول زين من كثر ما نحول مبالغ للفائزين ايفون او اي شي كان اعطونا بلوكات تحويل من كثر ما نحول انا ما راح احكم على الولد من ذوي الاحتياجات الخاصة او ام والله يحفظها على مقطع مكسوس مقطع تم قصه واخذ المبتغى اللي يبون ياخذونا زين انا ما احكم على المقطع هذا انا ما ادري شنو قالت بالبث صراحة بس حماية لنفسي انا صورت مقطع لما عطيتها الجائزة وهذا هو المقطع يا جباح هاي الصورة لشباب كلها اخذناه مع الولد الله يحفظه يا رب ويسعده وهذا هو المقطع في لحظة التصوير وقفنا وعطينا المبلغ بدال السيارة السيارة في متى تقليمه 10.000 دولار عندنا في الكويت انا ما ادري بادي الدول كم فاكيد ما راح يعطي سيارة لأم الله يحفظها ما تعرف بتسوق ولولد بعمري تقليمه واكي من ذوي الاحتياجات الخاصة انا راح اكون مسخولي لعطيتهم السيارة وصعب اصلا الحكومة ما راح ترضى ان يعطيهم سيارة فاكيد طبيعيا اي انسان ذالي راح يسوي العملية البديلة لها انه يعطوهم كاشو وانا عطيناهم كاشو وهذا هو بتأكيدا اننا عطيناهم الفلوس بالمقطع هادي هادي الفلوس بس عشان اصور عشان بعدين الناس ما يقولون انه قاعد نبحك عليكم لا 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 ما راح نعرضها لحد بس عشان لو اعطينا واحد سيارة ورفع شكو ها والله انا جدا حزين انه قاعد اعرض لكم المقطع والله ما انا في المقطع قاعد نقول ما راح نعرض بس احتياطك انو ما تدري شو يصير بكرة سبحان الله اليوء انو انت خليت فلوس السيارة ماشي استلمت حق السيارة لا 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 مأصورتك لا تبين ابدا بس صوت بس صوت خالتي تملئ اي صح استلمت فلوس السيارة بس استلمت فلوس السيارة أعطيتني سعر اللي هي هذي اللي هي الفلوس وعطينا اي فون بعد وشهادة الاذان وشهادة الاذان وطبعا في مقطع ثاني هذا بعد واحد ثاني باخذ شايزة صورناه كل بساطة احنا قاعد نصور مو عشان الشهير مو عشان يقول اوه احنا عطينا جواز انا قاعد اصور لانه للاسف تعلمت مع الوقت انه لازم يتأكد الاشياء اللي قاعدت تسويها لما يطلع عكس الكلام هذا امام الناس احنا بالسوشال ميديا يجماع الكلام يطلع بسرعة والكل ينزل مقاطع منذ ما قاعد تشوفون اتكلم عن الموضوع الكل يرجع مشاهدة ابي فلوس ابي مشاهدة انا والله شي يحزن صراحي شي يحزن لما الكلام ينتشر والاغلب يصدقوا مو صحيح شي يحزن لما تسوي شي انتو تحبوا ترى انا ما قاعد اوزع جواز لانه فقط بكاعد جيبلي اشتراكات انا ما قاعد اوزع جواز لانه هياط ووري الناس انه اعندي فلوس سعودوا بالله انا قاعد اوزع اشياء لانه انا ممكن صغير كنت اتمنى ان الله يرزقني عشان يسوي اشياء انا اسعد فيها ارقى انواع السعادة هو اسعاده الغير هذا الشي اللي تعلمت في عمر صغير والحمد الله كثير من الناس عطيناهم جواز بسوي نفسهم ما عطيناهم جواز كثير من الناس للأسف عطيناهم جواز وهم حساباتهم تهكرت وناس ثانية اخذت الحساب تخيل كثير وكثير 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 هذا الشي ما رح يوقف ان اعطي جواز اوه اوكي هلا والله شماب هذا اليوم اللي بعده بس قلت ارجع لكم عشان فيه مقطع ثاني يتشرب تكتك بشكل غوي المقطع اي جاب 4 مليون خلا نسم كذب على متابعين نفس الكلام ينعاد مرة اي نعم انا حرامي خلاص في الكلام اوكي شوفنا المقطع خلا نقرأ التعليقات اشوف كلام الناس على هلكنباني خلا نشوف كلام الناس ابيكم تشوفوا معي المقطع الناس اللي بتشوف اللي خلا ناشى لم My great name ليش يا اذا باك لا والله عشان كذا اقولكم بندريتا يلا نقطعه طول لي بالك طول لي اعلاء الحقيقة قطعني على الحقيقة أبو أكسب لا أعلم ما أتوقع من أبو فلا الله أنت المتابع الكفو مستحيل يسوي كده أبو فلا يمكن بس تأخر الله يسعدك ويحط لي عذر بعد وأنا وصلت الجائزة يحط لي عذر الله يسعدك مستحيل هذا أبو فلا سوى عمل خيلي 8 مليون كان ومو شخص نفسه أه ولد عمي ربح منه سيارة وأخدها صدر الله أكبر وقع العقل وزهق الباطل وإن الباطلة كان كفرة الله أكبر في ناس كثيرة فازوا بسيارات وطلعوا قالوا ما استلمها آه أوكي اسأل شوف سبحانه فيه تعليق فوقك اسمه تاريخ الكورة قالوا عمي ربح اسألوا ونعم أنا أؤكد أن في ناس ما أخذ السيارات في نقطة بسيطة بس اللي هو آخر السحر السيارات اللي سحبتها نعم للأسف في بعض من الناس اللي ما أخذ جوائزهم لأنهم تهكر أنا ما رح أطول بالنقطة هذه من الغلط هل أنا لازم أعوضهم أم هم خلاص راحت عليهم خلاص راحت الهكر أنا سويت اللي عليه ما رح أطول بالنقطة هذه أنا الجزء الأقوى والطرف الثاني هو الحلقة الضعيفة مهما كان حتى لو إنه هكر جاء أخذ الجائزة هو ما أخذ يبقى إنه هو الحلقة الأضعى أنا ربي رازقني والله يعوضني إن شاء الله ومن الناس اللي ما أخذوا الجوائز حنا قاعدين نتواصلوا إياكم صحيح أن الإشاعة اللي طلعت للأسف فيه ناس راح يصدقونها فيه ناس راح تلغي الاشتراكات وفيه ناس راح تبعد طريق للهدف اللي هو الخمسين مليون راح يصعب الحمد لله على كل شي تفعل خيراً تلغى لا والله فعلوا الخير أجمعو عند الله هذه الجملة مزح بس أقول فيها ولكن والله الخير عند الله أحيانا السلام عليكم هذا أول مقطع اللي في اليوتيوب أصور مقطع واحد أصور فيه ثلاثة أوقات مختلفة السلام عليكم وهيك تبني المقطع به الجملة هذي الحين الناس اللي صدقوا الموضوع هذا أنا ودي أسألكم سؤال قول رايح تعالوا قبل الله تعطيني للغاء اشتراك بس خلال الناس أسألك سؤال واحد هل أنا غبي أدمر نفسي علشان سيارات ما وزعها أو آيفرات ما وزعها عزيزو هذي مشاهدة إذا تعرف علم من فتحت غلاطي إلا كم مرة وزعت جهاز أو أي شيء ما أعطيته جاعزة يمكن فوق خمس ملات مرة والله أعلم لا شوية بالغ ميتين ميتين كانوا قلي هل أنا عمار وغبي إني أضر نفسي وحط نفسي بحافة انهيار بأني أغامر وما أعطي جائزة يا خلونا نقول أنا ما أفكر آخرياً هل أنا عمار عشان أدمر نفسي ودمر هدفي اللي أبي أوصله بأني أخلي نفسي أنا غبي أنا عندي خبرة يوتيوب من عام 2013 أنا شفت كل مشاكل اليوتيوبر اللي صارت من من شنو من ديفلز كيم للمكان يتحوى شنو إلينا الآن أنا غبي أنا غبي أنا غبي جملة الأخيرة بقولها قبل أنهي المقطع راح استمر أعطي جواز أوكي؟ راح استمر أعطي جواز وراح استمر كل ما أعطي جواز راح أصور وأنا قاعد أعطي جائزة آبنا أمه يطلع لي يقول لي ما ها بي تطلع شائعة أي شائعة تطلعاً أعرض عليها أي مددرة THEY أعرض عليها أنا ما أحروب حزيزي المشاهد أنا دام ربي معي ما أحروب أنا دام أنا على حد ما أحروب أنا أنا معني أكل هالدرامة بس أي درامة تطلع أنا موجود ما شاء الله تستفيد مشاهدات؟ أنا تستفيد مشاهدات ما علي مشكلة أعلم الخيرhinات ترقبه الله وثاني شي اي واحد استخدمت مقطعه او حطيت صورته او تكلمت او حسني تكلمت عليه انا اسف وانا عن من نسبة لي انا اللي كل هالموجه جتها علي انا بصامحكم انا بصامحكم فاتمانا لكم تتصابعوني لان هذه سالفة جدا تافى يوم القيامة اكون وقف حبام ربي هذه سالفة جدا حرام تقام حبام اللهم اغفر ذنوب انا يا رب وانا بالنسبة لي انا بصامح لكل والله من حق التك توك اللي جاب خمسة مليون ان شاء الله اكثر واكثر يا رب بالعكس باين عليه شخص مشتهد ويستعلك ترى صدقوني حتي لو جاب خمسة مليون مشاهدة وعشة مليون مشاهدة هذا ما يعني عشان تتكلم عني ترى يمكن انا عطيته دفة بس هو شخص مبدع ويمتاز بالشرح الجميل هذا وضرب الامثلة مع كل شخص ثاني الله يوفكم يا جماعة صلوا عالنبي اليوم جمعة مباركة سلام علي بسم الله بكرة الخبر الجديد او بلد صيوني فوقها للحقيق انا رسلت لن الشرحة لها طبعا قالت لجملة هذه دعوني لابن شرح الطيار للحطرة لجملة هذه القناة لابنشع preocupabilون الشجرة المثمرة تضرب بالحجارة نعم أنا شجرة مثمرة الله يخبذكم امي السلام عليكم والله كل أبواتا فيكم فيه